تقولك أنا مش محتاجة راجل ستة جدارة محتاجة راجل لي طبطب ويحن عليك فعلا مش محتاجة راجل وزيها بيحاولوا يقنعوا نفسهم بدا بس هم داخليا عارفين كويس جدا انه ده مش صح ما احترامي لكامي لو بقيت يقوم منجد سيبي شغل يس 100% الزمن ظالم جدا رجعت لقيتها واخده بيتي واخده شغلي واخده كل حاجة معلش حتى أدخل بيتي دي أكتر نقطة في حياتي أزتني بتعاملاتي مع البشر وخاصة الناس اللي الجرحوني أو أزوني في حياتي في زماننا ده هل تصيبة وحسن النية تزاجة زي ما الناس كتير بتقول ولا بالعكس ان الواحد يكون على طبيعته دي ميزة مش عيب في بعض من الناس لما بيكونوا على طبيعتهم قوي وزي ما نقول قلبهم أبيض بياخدوا مقالب في حياتهم كده كتير وبعدين بيرجعوا يندبوا عليها بس زي ما بنقول دايما انه التوازن هو أحسن حاجة دايما نحن نكون آه عندنا قلب أبيض أو قلبنا أبيض وعندنا حسن النية ولكن لازم نبقى فاهمين مين نتعامل معا كده ومين نبقى عندنا شوية حاضر النهاردة ده فتنة يعني مش عارفة بصراحة يعني المقدمة أصلا كنتم احترى فيها لأنه موضوعنا النهاردة مش موضوع معين فيه موضوع كتير هنتكلم فيها ولكن منها الطيبة حسن النية عشان هي شخصية قمة الطيبة والقلب الأبيض معينا النهاردة بسان شمس الإعلامية الجميلة دورتينا يا بسان أنا لسعيدة أنا معاكي النهاردة وتانكي على المقدمة الجميلة دي وعايز بس أقول في الأول نحن ما اتفناش على أي موضوع هنتكلم فيها فالنهاردة جاية تفاجئ معاك فشكرا لكي انتي على صدافة ها بودكاست كابتشينو يعني بودكاست ارتجالي ما بابش محضرها أي حاجة مع كل الضيوف ما فيش أي سكريبت عشوائية جدا وحنا نغالش بالكافي لكابتشينو ونتكلم يلا بينا إيه الأخبار حمد لله بسانت كطفلة أنا متأكدة أن كنت شاية كطفلة أنا لسه طفلة ليه كطفلة طفولتك هتعملها ازاي؟ مشاردة هقولك لي قلت بالذات مشاردة أنا بنت على ولدين ودايما بقول الناس أنا بميل أكتر للجانب الزكوري من الأنساوي يمكن شكلي من برة الحمد لله يا رب ربنا أكرمني بشكل كويس الحمد لله يا رب ولكن أنا من جوة أنا ولد أنا ولد صغير عنده 12 سنة وما بيكبرش تربيتي فست إخواتي أنا كنت مقربة جدا من إخواتي ربنا يخليهم لي يا رب فكنت طول الوقت بقضي وقتي معاهم أغلب صحابي أيام المدرسة كانوا ولاد أكتر من البنات كنت شوية يعني تروحي الصبح مثلا لما أدرسة تلاقي برات بيت نفسوا على اليونيفورم المني سكيرتل سيارة الشيرتل داي أنا كنت بروح أشتري اليونيفورم بتاع الولاد الباجيز الواسعين الأمصال الواسعة شعري كيرلي أنا أكت أخذ شاور الصبح وأنكشه وأنزل أروح بي تلاقيني داخل المدرسة أرمي الشنطة في الأرض وأدخل العب كرة مع الولاد والله العظيم تلاقيني في ستابل الخيول مع صحابي الولاد نطلع على الخيل فكانت كل يعني تكويني من أنا صغيرة كان أكتر بيميل للولاد وحتى صحابي البنات كنت بحاول دايما نقيهم يكونوا شبهي نوعا ما ما يكونوش يعني دلعين قوي أنا مليش في الدلع أنا كنت بدرس فرانساوي في المدرسة وغيرت الألماني عشان ما تكلمش بدلع طب وانتي في البيت يعني تربيت البيت كانوا شايفينه أنه وكانك تبقي ميالة أكتر للأولاد ولا كانوا بيتضايقه يعني مثلا باباك يقولك لا ما تلعبش مع أولاد لي صحابك كله مع أولاد لا هقولك بابا كان الدعم الأول ليا في الموضوع تحديدا لأنه هو كان حافزني كان عارف كاركتاري أنا الحمد لله يا رب الأسرة عندي متفتحة الحمد لله يا رب أنا درست في مدرس مختلطة فما كانش عندنا حتة الولد والبنت دي قوي وزي ما قلتك كنت مقربة من إخواتي فصحابهم الولاد كانوا صحابي صحابي كانوا صحابي كنا في نفس المدرسة كلنا فكان يعني هو نفس المدرسة الموجود لإخواتي أنتوا سنقوا قريبين بعض؟ أنا عندي أنا في النص عندي أخ أكبر مني بسنة ونص وأصغر مني بتلات سنين فكنا قريبين بلاس كان في بقى الجانب التاني اللي هو جانب ماما ده جانب الأنسوي اللي هو بقى لازم تبقي بنت فلازم تعملي كذا تغديب لك من كذا دوافرك ما تطولش شعارك ما يبقاش ما نكوش الحاجة بقى اللي في التوصيل دي لبس قصير ما فيش الكلام ده كله فكان بابا وماما الحكس فكنت بعوض أو بعمل حاجة أنت قطيها في البداية التوازن البالنس ده كان عندي بسبب بابا وماما كاركتراتهم مختلفة تماما فأنا أخدت وتشبعت من الاتنين فاطلعت شخصيتين في بعض بلايك تبعمل التوازن بين الاتنين بحاول طيب والصحاب بقى خلينا نرجع زي ما أنت بتقولي أنت بتنتقي صحابك من وانت صغيرة أنه يكونوا شبهك ما يكونوش دلوا عين قوي وكده حباهم شخصيات مرحة وسهلين يمكن في التعامل إيه زي ما بنقول الألم اللي خدتيه من أول صحبة لك من وانت صغيرة وأنا صغيرة ما كانش فيه الإقلام دي بصراحة مش هكذب عليك يعني الألم ده أنا خدته لما كبرت وسبت البيت يعني على سن كام على سن 19 سنة ده كان أول ألم أخدته في حياتي وكان من بنت وما كنتش صحبتي يعني أنا كنت بشتغل في مؤسسة مزيعة وكان في بنوتة بتجي كل يوم بتدور على شغل مش لقيا شغل فأنا قابلتها مرة في ريسابشن فسألتها في إيه كانت متأزمة وقلبي الطيب اللي موديني في دهيا هو اللي موديني في دهيا وقتها فسألتها مالك في إيه كذا فقيتلي أنا بدور على شغل وبجي كل يوم بروح أشوف في مؤسسات تانية ما فيش عد رادي أخذني فقلتني خلاص تعالي عودي هنا وأنا بعندي برنامجي تعالي تمراني معنا كل يوم واحضري البرنامج مع الوقت تبتلت الصداقة تتقرب من بعض شوية خلتها عادت معي في البيت توضطت العلاقة أكتر فبقينا أصدقاء وجدت بعد فترة أنا كنت بدرس يعني أنا درست في مصر أنا درس حقوق قانون ناس كده بتفتكني درس إعلام أنا مليش أي علاقة بدرس إعلام خالص فكان عندي امتحاناتي كنت بعمل سمستر وقايجي في السنة واحد فكان عندي امتحانات فقلت لنا النازلة كده لازم أذاكر وأخذ دروس وأمتحن فأنا هشوف إذا ممكن تغذي أنت مكاني في البرنامج ولا لأ قالت لي تمام أوكي وفعلا رحت تتكلمت مع الإدارة وقتها زميلي اللي كانت بشتغل تدي برنامج لحد تقول تريمي جماعة هو أنا رايحة أنا مليش أي كنت بريئة حتى الغاية نهاردة لو عندي فرصة ساعد حد بشكل ده والله العظيم هساعده في الأخير هيكل لها أرزاق ونصيب من عند ربنا فقدت لها مكاني وسفرت لما رجعت لقيتها واخد بيتي واخد شغلي واخد كل حاجة معلش حتى أدخل بيتي هدومي حكتي اللي كانت في البيت والله العظيم معرفت أخدها وقالت لي رحت تاني يوم بقى حولت أعرف من الشغل فيه كذا قالوا لي حتش عدي قبلك لغاية نهاردة أنا معرفش إيه اللي حصل معرفش إيه الموضوع وما كنتش حابة أن أعرف بس ده كان قلم أنا فهمت إنه أكيد فيها تصرف التصرف أو عملت حاجة وصلت الموضوع عني وصلت كده إيه بقى هو والله العظيم تاته معرفش عنها حاجة من ساعتها والغاية درات أنت عرف إيش السابق نعم سمحتيها أنا عملت بصي أنا بسامح لنفسي أنا بسامح وبنسى لنفسي مش للناس لأنه لو همشي سامح بقى الناس على كل ألم هاكله على وشي ده أنا يعني فلا أنا بسامح عشان أنا أرتاح عشان شوفي اللي بتسامح دي على وشي بس صح طيب منزلت اللي بتسامح بقى أيه عايزة إيه بقى مؤيل كبير ده عايزة منه إيه بقى بالعايكس ده جميل كتير نسمع أو يعني فيه ناس يقولوا دايما الشخص اللي بيتحك كتير وفرفوش وعنده الطاقة دي بيكون مخبي بلاوي جوا ألام أو جاع دي حقيقة مقتنع في كتب أه طبعا لا مش مقتنع أنا عارفة نواة دي الحقيقة وأنا بقول لناس أوقات كتيرة هقوليك هاي شامح أنا لما جيت هنا بدأت من ولا حاجة فعديت بمواقف كتيرة في حياتي أوقات كنت مرتاحة أوقات كنت بتعب فيه فترات اتكسرت فيها كنت بحب أشوف الناس مبسوطة ما كنتش بحب أشوف حد مكسور أو موجوع أو يمر حتى بالمواقف اللي أنا عديت بها في حياتي فكنت دايما بحاول أمدي إيدي لناس أسعدهم فكرة أن أنا أديكي أهم هو مش بتاعك وشايل هو لك معايا كل واحد فينا عنده هموم وأنا دايما بأقدر موضوع ده الناس كتيرة حتى لو ما قالوا ليش أن هما عندهم مشاكل أو ظروف دايما كل واحد فينا بيعبر بطريقة مختلفة أنا النهاردة أقدر أقولك أنا عندي مشاكل في غيري يتكسف في غيري ممكن يبقى مش عايزي شاركك ده فأنا ما أجيش النهاردة أزود همك وممكن يبقى عندك هموم كتيرة وانتي برضو مش عايز تقولي قدامي بس أنت شخصية كتومة في العادة ولا من نوع اللي بتفتحي على طوله بتحكي لا أنا بين البنين بفتح وبحكي في الحاجات اللي هي ممكن يتحكي فيها الحاجات الطبيعية اللي هي ما تقزيش حد ما تدورش حد مشاكل ألم هموم ديون بقى بخليها نفسي بحكي دايما لما كنت تمر بمنقف صعب بصي أنا بحكي لما لو قدامي فشني يعني لو بقى إيه لأ أنا عارف أني في حاجة وانتي بخباية فلازم تتكلمي وما بتكلمش برضو بالتفاصيل كتير ما بحبش أبويا ومي قريدي تعبوا علينا وشقيوا علينا لما قالوا يا بس فمش معقول بقى لما نكبر أشغلهم كمان هموم مش منطق يعني طب الباترن بتاعت زي ما كنا بنقول إنه الشخص لما بيكون قلبه أبيض ومعطاء ساعات بتاخد فور جرانتد أو ناس بتاخد عطاءه ده وطبته دي حقه مكتسب إنه حتى يعني لما يتعودوا إنه خلاص بسانت كده يوم ما ما تعمليش ده بسانت تغيرت هزي ما تعملش كده فاهمها وازي نطلب بنا حاجة وما تعملهاش هل عندك الباترن دي في حياتك طبعاً دهي دي المودياني الدهي بصي النهاردة أنا مش تبيه بقى فبكلم برحتي جداً لابسين كاشف أول مرة في حياتي عاملة فلأ بصي النقطة اللي انت كلمتي فيها دي هي مشكلة حياتي أنا أبوي علمني من وانا صغيرة إن أنا أحب الناس كلها واثق في الناس كلها لحد ما تثبتيلي العكس فأنا بدي طيبة بالزيادة وثقة بالزيادة مش بس عشانه ومشان برضو ما تفهمش غلط ده بيسعدني يعني أنا الحب في حد زيته بيسعدني لما بسعد حد حوالي ما هو في الآخر هيسعدني معه فهي علاقة هات وخد بس اكتشفت إن الهات وخد دي لازم تبقى فيها توازن لأ أنا بدي 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 وباخد فسفوسة قد كده مع الوقت اكتشفت إن اللي قدامي بيشوف إن ده حق مكتسب لي ولو أنا جيت وقفته أو امتنعت عنه أو قللت منه بيتقلب علي مش بس بيتقال يا ملحة لأ ده بيتقلب عليك وبتلاقنتي لغلطانة وبتطلعي وحشة في الآخر فيمكن دي أكتر نقطة في حياتي أزتني بتعاملاتي مع البشر وخاصة الناس اللي جرحوني أو أزوني في حياتي طب شايفة إيه السبب الباترنجي ضعف مني بمعنى بمعنى أنا بحب الناس أنا بعرفش عايش من غير ناس يعني أنا وقت ما مردت بالكورونا أنا مكنتش موجوعة من القلم يعني مكنت زعلانة نفسي إن أنا مريضة إحنا بشر ولازم نمرض ولازم نكلف طبيعي أنا كنت زعلانة مش عارفة أشوف ناس كنت زعلانة مش عارفة ألمس ناس أنا بطبيعين يناس صغير زي أبويا بالزبط إحنا يعني أنا معرفش أعود مع حد أو أحب حد لما يكون بحضن أبوس طب طب وانت بكريمية إيه عملتلي كده أعمل لك كده ما بعرفش ده طبيعتي في ناس بتفهمني غلط أوقات كتير ده طبعي مع الوقت خلاص فهموني الحمد لله يا رب يعني لأني بتكلم ما بخبيش نفسي عزراء وشعر أبيض وصبغاة وحاجات بقى خليسة كتا فأنا بقول الكلام ده وبتكلم فيه عادي جدا بس مش الكل بيفهم ده فأنا بقول آه أنا محتاجة ناس أنا محتاجة أحب الناس محتاجة ناس تحبيني أنا مش هارف عيش من غير ناس بس تقدري تقولي عن نفسك زي ما بيقولها ولكن انت دايما حبة ترضي الناس بعشة رضى الناس بعشة أرضي ناس ما عرفش ليه لحد ما بوصل للحظة أنا برضو يعني الناس دايما بتقولي انت طيبة قوي انت ملك قوي بقولهم لأ أنا ولا طيبة قوي ولا أنا ملك قوي أنا فيه جزء حلو لما تفضي تتغطي عليه تتغطي عليه تتغطي عليه هينفجر في لحظة انفجاري وحش بقلب وحش وما تبعيش عايزة تشوفيني والله والمشكلة بقى أنا لما بقلب وحش بمسح الناس بقستيكة من حياتي يعني دي نعمة ربنا الدهني والله العظيم أنا مصحة أنا نسيت الناس دول راحوا اختفوا من حياتي فدي نعمة من نعم ربنا علي وبقول يعني لما بحس أوقات أنا بقول لناس أنا مش غبية ولا أنا سازجة ولا أنا ولد صغير ما عنديش في الحياة أنا بقفهم كل واحد حوالي عايز إيه بس بأتي فرص أقول يمكن لما يعرفوني يمكن لما يعشوني يمكن لما يحبوني يتغيروا أو المفهوم عندهم يبقى أوضح أكتر وبقول يا جماعة never take me for granted همحيكوا بقى استيكة بيوض يتحكوا علي أوقات بس هاي دي الحقيقة شايمة فيقواعد زعليني أنا بقول لك تشتبي عارفة بس عارفة زي وكتب قبل ما نصور كنت بقول لك أنا أكتر حاجة ما بحبهاش إنه حد يستهبلني هي فعلا شعور إنك أنت تكون على نياتك مع الناس والقدامك يستهبلك ده بيبقى ويا سلام با لو بيستهبلك وفاكر أنت أنت مش فهمة وفاكر أنت مش فهمة وانت فهمة بالظبط والله العظيم فبليز يا جماعة ما تعبلوش فعيك محاديش يستهبل تصدرك على نفس الـ pattern thing دايما بيقولك إنه الـ pattern لما بتكرر في الحياة بيبقى ليها root cause لها سبب أصلي صح حاولت الدوري على السبب الأصلي المخليكي دايما عايزة ترضي الناس يعني حب الناس والعطاء والطيبة دي حاجة وإن يكون عايزة دايما أخذ validation من الناس أو أن يأرضي الناس دي قصة تانية صح فأنت في خانة الطيبة plus validation ورضا الناس يعني مش بالوحدة ملوتي فكرت فيها إيه السبب يعني جاي مين ممكن يكون بسبب أنا دايما كنت عايزة بنظرة الفخر اللي في عين أبويا وأمي نظرة السعادة كنت يقول لي أنا مثلا كنت طفلة مؤدبة جدا بس شقي جدا شاطرة في المدرسة جدا بس وبذاكر وبنجح وبجيب درجات عالية بس لفس وقت شقي جدا في المدرسة فكان عندي طول عمري الحمد لله يا رب التوازن ده فكنت لما بشوف بابا وماما يبصو لي مثلا أرجع لمدرسة مستناش ماما تقول لي مثلا خشي عميلي عودي زاكري روحي كذا لا أنا عارفة من أنا صغيرة أنا عليها إيه وليها إيه فكنت بحشة أشوف في نظرة عين أبويا وأمي أنهما مبسوطين بيا بس ده رجالك أنت ولا لرجالهم هما يعني هل حسدت حبهم ليك أو تقديرهم أو أنهم يكونوا فخورين بيك كان مشروط ولا أنت اللي كان عندك شهر لا 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 ما كانش مشروط أنا كنت عايزة دايما كنت بستمتع بالنظرة دي فكنت طماعة هقولك مثلا حاجة بمسلا بصير ممكن أنت تفهميني منه أنا لما بعز الناس عندي في البيت أنا بعشق الطبيق أوكي ما باكلش بقف أحط لهم الأكل واتفرج عليهم على لذة استمتعهم بالأكل ده بالنسبة لي شيء ممتع جدا الله سرمضانك جايب أنا عايزة عزيزة واحدة أنا بخير سرمضانك عندك تشرفيني حبيبي فبس فهي جات يمكن من هنا ومن كتر ما أنا استمتعت بي عارفة لما يبقى عندك إدمان لحاجة فهي بقيت إدمان بقيت بحب أشوف النظرة دي في عيون الناس بحب أشوفهم سعداء وهما حولي بحب أشوفهم تثبتهم وهما معي فاتقلبت علي بقيت لعنة علي طيب خلينا نرجع للطفولة تاني زي ما قلت ما كانش في إلام الحمد لله في الطفولة فكانت سامها وطفولة لطيفة ما كانش في مشاكل ما كانش في أي حاجة لسه شايلة جواك لا بالعكس بالعكس ذكريتي مع الطفولة كلها حتى مش بس مع أهلي حتى مع صحابي لسه عندي صحابي لغاية النهاردة أنا من أيام المدرسة دول بالنسبة لي الدنيا مها ورانا بعشقكم من جوة جوة قلبي مها صحبتي من وإحنا في ابتدائي ولا ابتدائي كنا بعض في المدرسة في النادي في نفس الشارع في كل حاجة لغاية النهاردة يعني من أعز الناس على قلبي ورانا كانت صحبتي بتدينا مع بعض من السنوية العامة والغاية النهاردة يعني أنا من شهر واحد كنت في بيتها مع ولادها فدول بالنسبة لي قصة حب رهيبة اللي بيخلي صداقة تكمل كده يعني لأنه الجنريشن الحالي أو هو عمتا الزمن تغير وكل حاجة بقت سريعة والعلاقات بقت ههم الشيء شوية ما تحسيش البونز دي بتفضل قوي كده يعني رأي ما تلاقي ناس صحاب فضلوا سكول فرنز ومش سكول فرنز فهمهم اللي خلها الصداقة دي تكمل كده وسبشل انك سافرتي كمان يعني في غرب هؤلك هما الاتنين مش شبهي في أي حاجة خالص يعني احنا مختلفين تماما في الكاركترز بس سبحان الله أنا بقول ربنا كرمني بيهم وكملنا وحتى هقولك يعني فيه أوقات ممكن نقعد بالشهور ما نتكلمش بس لما نرجع نتكلم بعد الكام شهر دول كأني كنت لسه نايمة في حضنهم مبارح يعني بهذا المصطلح بالزبط فأنا بشوف ان دي نعمة من ربنا أنا هو كرمني بيهم وبرضه عشان بقيت صحابي ما يزعلوش عالدي صحاب تنين برضو بس هما دول بالنسبالي أنا دول إخوات العمر ان شاء الله طب و لما يعني زي ما تقولي أكتر وقت بتبقي بما أنك هنا معكيش أهلك ما فيش الصحاب لا معاي أخويا أخويا عايش معاي بقى له 12 سنة وهو مش أخويا هو ابني الصغير ده بجد هو ابني هو حياتي كلها وعندي والدتي عايشة بين هنا وبين مصر بها رايحة جاي يعيني على الطريق طول الوقت كنت سمعت لك في لقاء قبل كده بتقولي أنه أهم حاجة بالنسبالك هم أهلك وعيلتك و تريد زي قالك بعض النقطة دي في بعض من الناس لما يشوفوا حد بينجح أو أنه هو قرر يسافر ومش متواجد مع عيلته أو كده يصدروا عليه الأحكام على طوله أنه شخص أناني وفكر في نفسه قرر أنه هو يسافر ومش عارف إيه ويسيب عيلته وكده رغم أنه فعلا في كل حاجة سمعتها أو شفتها باين جدا حبك ليهم وتعلقك بيهم بطريقة رهيبة يعني مش كلام ميديا هو بداية طالع من قلبك فترضي على الناس اللي ممكن يفكروا أو يقولوا دي شخصية أنانية دي فكرت في نفسها وسبت بيتها وكررت أنها تسافر عشان مصلحتها الشخصية وتحقيق ذاتها واي 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 إيه لا أهقولك حاجة أنا ممكن أن نرد بطريقة تانية خالص أنا كنت طفلة مختلفة من وقت صغيرة كان عندي طموحات مختلفة كان عندي نظرة أن أنا عايزة أعتمد على نفسي أبوي يا رباني على كده إن كنت أنا وإخواتي الأولاد فمن وحنا صغيرين فكرة أنه أنا هقعد في البيت الحياة التقليدية اللي هو هقعد في البيت عشان يجيلي العريس عشان أتجوز عشان أجيب أولادها لا مش أنا شخصيتي مش كده بلاس في نفس الوقت أنا أبوي يا رباني إن أنا أعتمد على نفسي أخذ القرار اللي أنا عايزاه وأعمل الحاجة لأنا بحبها أنا لو كنت أعوذ بالله من كلمة أنا طبعا بس لو كنت شفت من وانا صغيرة مثلا إن أنا أقدر أكبر الوحدي في الوسط الفاني في مصر كنت بقيت بس أنا بسبب عيلتي حاسيت أن أنا مهما عملت ومهما اكتهت ومهما اشتغلت هيتحسب علي دايما إن أنا حصلت لده أو حصلت عليه بسبب إنه في وسطة بسبب إن في حد بيدعمني وأنا ما تربتش على كده ده السبب الأساسي اللي خلاك يتمشي 100% أنا قلت إيه بقى إحنا عندنا عقدة الخواجة كعرب وكلنا عارفينها طبعا تروحي تزبيتي نفسك في بلاد برة وترجعي وأنا زمان كنت بحشاء رزان أنا بالنسبة لي رزان المغربي هي مدرسة موجلتها هي كبيرة جدا فأنا كنت بحب كاركتيرها والستايل بتاعها الستايل ده كان صعب تقدميه في مصر كان صعب تشتغل يعيه في مصر حتى كان هيفهمك كان هيتم انتقادك بشكل كبير وأنا من وانا صغيرة برضو كنت دايماً بتفرج على حاجات غير المصري يعني كنت بتفرج على اللبناني وعلى المغربي وعلى الخليجي كنت بحب مع الإنجليزي مع اللغات التانية فكنت متفتحة نوعاً ما على العالم بشكل كبير وأنا لسه طفلة فده خلاني حس أنه عندي حاجة عايز أعملها وسبحان الله هي الفرصة جاتلي يعني أنا برضو لما كانش جاتلي الفرصة ما أنا مكنش هلم شنطتي واسيب البيت وامشي في ناس افتكرت إن أنا اشتغلت في الميديا أنا صغيرة لنده كان بيتقال يمكن لأنه أهلي محتاجين لا أنا الحمد لله جاي من عيلها مرتاحة وكويسية الحمد لله ربي ومش محتاجين وفي ناس تلك بتقول أما لأنه بتشتغل صغيرة ففي مشاكل مع أهلها فبتسيب البيت لا أنا برضو كاش عندي مشاكل مع أهلي بالعكس فده تسوى أنا بحاول كل مرة تيجي سيرة أهلي أوضح المعلومة دي بالعكس أنا تربيت في بيت بحمد ربنا أن أنا تربيت فيه بقول أبويا وأمي كل يوم ربنا يخليكوا لي على تربتكو على حبكو على وقفتكو جنبي على النظرة اللي بتبصوهاي غاية النهاردة على كل حاجة أخواتي أنا عندي رجلين في حياتي يمكن مديني حب الدنيا كله بكفيني بي فأنا محظوظة دي نعمة لوحدها دايما بيقولك البنت بالذات لما بتتربى في بيت فيه حب من الأب والأخوات الرجالة ما بيباش بالنسبة لها أي عريس هيجي هارضة بيه خلاص عشان ما بتدورش على الحب بر فهي بتبقى مستكفى وعندها الحب من الذكر موجود أريدي عندها في بيت جالها بقى من بارد دي قصة تاني ومناسبة الحب بقى بس أنت لازم بم 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 والباب يدق على دول وشخصية شطوية ورمانسية ممكن تتجوزي أو ترتبطي بحد مش في الوسط الفني ولا لازم يكون الوسط الفني لا أنا عمري ما فكر ترتبط أصلا بحد من الوسط الفني أو ببرا الوسط الفني مش في دماغي يعني أنا أقولك حاجة أنا ما عنديش موصفات للراجل ما عنديش شكل معين للراجل مايفرش معايا خالص عشان دي قيسة عارفة أنا أحب في الراجل أنه يكون طيب حنين مبهج كريم كريم في أخلاقه في طبته في مشاعره في كلامه يديني وقته يبقى حنين يحن علي أنا هيهمني الحاجات دي الموصفات دي في الراجل طب لو هو مادية أنا أعلم منك ما عنديش مشكلة خالص لا عمر بصي عمر المادة ما فرقت معايا بالعكس أنا دايماً بقول أنا مش عايزة جاوز راجل غني عوزروني أنا أسفل بتشوفي مواقف أوقات في الحياة مش زريفة وبالذات لما الفلوس بتدخل بين الناس بتبعز حاجات كتيرة خاصة ما بتكون مشاعر وبيقى فيه شك أوقات ممكن اتجاوز تي عشان في الوسوق ممكن شفامي ويمكن بكرة تلاقيني متجاوزة مليونير محدش عارف قلبي هيروح فين هروح وراه بس ما عندكيش كريتيريا معينة أو صفات معينة هاي دي اللي انت عايزة خالص وراه قل خالص بتصديك إنه الواحد يروح وراه قلبه أكتر من عقله زمان كنت بجري أكتر وراه قلبي أكتر من عقلي حاليا بجري وراه قلبي بس بشغل عقلي اشتعملي التواسف بس برضو القلب اللي بيفوس في الآخر وانتي عارفة إن هما بيقولوا إنه القلب اللي بجد هو العقل هو كل حاجة يعني دايما يقولك كده دي يعني زي ثيرد آي أو كده إنه هو القلب هو اللي بيشوف أو بيحس بالحقيقة بجد يعني إنك ينسي دايما يجو أو تمشي وراه قلبك إنك لما بتحس إنه فيه حاجة مش ساعت كي هتشوفي حاجة أو يجي لك مثلا مش وقت قلبي مش مرتاح مش مرتاح له هي دي عارف أنا بحس كده إنه القلب هو ده أكتر من العقل كمان كنت شوفتك كمان كنت ساعتك كلمتي عن الكوتشينج أو الهيلينج إنك عديتي مشوار الهيلينج والكوتشينج وصاعة كنت تروح تعملي ساشنز أو كده فرقت معاك إزاي فرقت معاك كتير أول حاجة عايزة واجه تحية للكوتش راني مش عايزة أقول لك حياتي يونغيرك سلطة ده بجات أنا جات علي مرحلة في حياتي كانت شوية صعبة اتكسرت فيها تواجعت فيها تأزيت فيها وأنا زي ما قلتلك في الأول ما بحبش أشارك مشاكلي بحد حتى أقرب الناس وما بحبش الضعف ما بحبش ستة ضعيفة ما بحبش ستة المكسورة كلنا عندنا جوة كسرة وضعف وكل حاجة بس ما بحبش زيب الظاهر ما بحبش الدنيا تيجي عليكي وتقول لها خلاص أوكي وتنزلي راسك وتقبالي ده نو ما تعودتش على ده أبدا فالفترة دي كانت ملغبات قوي في حياتي كنت وقصت للمرحلة إن أنا مش عارفة أنا عندي اكتئاب ولا أنا مريضة ولا أنا حزينة ولا أنا موجوعة ولا أنا فيها إيه وما كانش ينفع أسيب نفسي للانهيار لأن أنت لما تسيب نفسك الحزن هتنهاري طبيعي نحزن عشان ما تفهمش غلط طبيعي نتوجع طبيعي نعدي بالمرحلة دي بس مش للإكستريم فأنا بطلت أدور أفكر أعمل إيه بطلت أسأل ناس أنا عندي اكتئاب أنا كذا أروح لين أروح لين اكتشفت في الأخير أنا ما عنديش اكتئاب أنا كان عندي حالة حزن كنت محتاجة أن أنا أصفي بالي أصفي قلبي أصفي عقلي أصفي حساباتي وفوق لنفسي وكان عندي بسبب الحالة أنا كنت بمر فيها حصل عندي نقص في فيتامينات ومعادل معينة في جسمي أصرت برضا بشكل كبير وبرده عايزة أشكر دكتورتي تسنيم لأنها كانت أول واحدة اللي قالت لي أصلا روح يشوفي هيلر يعني أنا روحت لها أعدت معها في أول جالسة يمكن ساعتين وهي ملعاش علاقة بالكلام خالص كلمت معي ارتحت فعملت لي فحص وقيت لي أنت مشاكلك واحدين ثلاثة وفعلا اكتشفت ودورت وعرفت رواني وروحت له أنا بقالي دلوقتي معها أمو السنتين He is the best of the best of the best أول حاجة أنا كنت حد ما بعرفش أقول لأ علمني أقول لأ أنا كنت حد خجول جدا ما بقدرش أطلب حقوقي بقيت بقول كنت بكسب فعلا والله لأ يعني أنت ممكن تيجي تأخذ حكتي من بقي وقولك تفضليها ما بقيتش لعبنا كده على شوية تفاصيل حاول يشلي من ذاكرتي الحاجات اللي يمكن اللي كانت سلبية نوعا ما أنا في الأول ما كنتش بصدق أنه ده ممكن يحصل يشل من الذاكرة ولا الذاكرة بتبقى موجودة بس الشعور هو اللي بيضغيق الذاكرة موجودة الشعور بحسه بيختفي يعني أنا مرة فاكرة كان فيه ساشن بعملها أنا وهو وقال لي إيه أكتر المواقف مثلا اللي حسن هي كانت مؤلمة بالنسبة لك قلت له مواقف كذا أي طبعا أنا هحط لك مزيكة معينة وركزي في صوت معين من الطبقات المزيكة دي ولما تسحي قولي هيحصل هو بيعمل نوع من أنواع التنويم المغناطيسي ويعلىك بالطاقة برضو صح؟ أنا نيمت نيمت بس صح يا فجأة المامريز كلها اللي كانت واجعاني جوايا عارفة الكتب بتاعت الكارتون زمان اللي بتطلع وفجأة تلاقي كتاب بيعمل كده فبيتقلب بقيت بشوف أنا في الحالة وأنا سعيدة والجزء التاني ده اللي هو الحزين بيختفي بيختفي صحيت وبتحسي يعني مش أنه بس حتى بعد فترة وبتفرق معاك جامد بتغيير على الحدث نصوله حصل أول المامري يعني الحاجة أنت شوفتيها إزاي وحستيها إزاي بتضغير بس المامري بتفضل موجودة لأنه في بعض من الناس كانوا يخايف ويقولوا لي لا يعني هو نساب لي من الزكريات دي أحلم فيها وشال فيها الحاجة اللي كانت ممكن تبقى بتديني أو بتأزيني فده ساعدني بشكل كبير جدا ومش عيب ومش غلط أن أنا النهاردة لما أقول أن أنا عندي مشكلة في حياتي أطلب مساعدة من دكتور نفسي أو من هيلر أحسن مما تكسر وتيجي الدنيا علي مين أحسن هو العيب أنه الواحد يكون شايف أنه عنده مشكلة الناس دايما بتشوفني حالة استثنائية حالة perfect أنا مش perfect أنا بس بظهر الجانب الحلو مني والمشاكل اللي عندي بحاول أظهرها بطريقة إيجابية عشان أفيد الناس بيها يعني أنا أول ما بدأت معاك التناس فاكر أنا بعمل دعاية أو إعلان أو اتس بايد كامبين أنا بعملش كالان ده خالص خالص أنت اللي حسنتي وشوفتيه فعلا معايا حاولت أساعد الناس بي صح صح اللي هو مش عيب أنا النهاردة بتقولوا علي موزيعة كبيرة وكذا مش عيب أنا بقى عندي مشكلة وأقولها وواجهها ولا إيه لها حل واشكر اللي سعيدني في حلها بس أنا شايفة نفسك strong independent woman ولا ملكيش في اللقب ده اللاين ده اللاين ده أنا شايفة نفسي بنوتة بحب الحياة قلبي من جوة رهيف جدا وكل حاجة قداري تشتريني بكلمة واحدة بس في نفس الوقت الدنيا الحياة التربية اللي أنا تربيتها علمتني إن أنا ما ينفعش أتكسر ما ينفعش أحتاج لحد ما ينفعش أقول معرفش معرفش دي مش موجودة في الأسفل معرفش مش موجودة في القبوس طب وصفك إيه أو مفهومك إيه عن independent woman عشان المصطلب ده بوسي بتكلم فيه كتير جدا وعايز أخد قراء ناس كتير بperspectives معينة مختلفة فهل شايفة الستة القوية هي ستة مش محتاجة راجل ومش عايز الراجل وشيها زي الراجل لا 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 مش كيف أقولك أنا مليش في الألقاب لسبب أنا أبسط من الألقاب كتير جدا دي أول حاجة تاني حاجة ستة اللي تقولك أنا مش محتاجة راجل ستة كدابة مش مهلا أنت ممكن تبقينش محتاجة الراجل ماديا مش محتاجة الراجل كا position كا قوة كا power بس محتاجة الراجل يطبطب ويحنع ديك محتاجة الراجل يقولك كلمة إحنا هنا آخر اليوم كده وانت راجعة متضيقة وتعبانة وشايلة أهم الدنيا على راسك يقولك مالك لو حتى يعود يسمعك حدد فتفضيل وحد يديك النظرة دي اللي هي نظرة أنا موجود طميني أنا معاك فلا طبعا كدابة لتقولك كده كدابة لتقولك مش محتاجة الراجل هو في الأسف فيه فيه ناس اقتنعوا بكده وأقنعوا نفسهم بكده أن هي فعلا مش محتاجة الراجل وزيها بيحاولوا يقنعوا نفسهم بده بس هما داخليا عارفين كويس جدا إنه ده مش صح ما يحترامي لكامية طيب لما يكون إن شاء الله في شخص موجود في حياتك خلينا نقول خلاص اتجوزته الحياة الزوجية بتشوفيها عاملة زيان انت كده واني يلوك فورد وتحلامي وتتخيالي انت في البيت وكده هتكوني عاملة زيان والحياة الزوجية هتكون عاملة زيان عارفة الشكل دايما لوحد بيتخيله بقى أنا هكون بطبخه مش عارفة بيعمل ايه والحاجات زي ايه تخيالي هو أنا بس هاي سأل سؤال قدتوني كلكم مركزين معي في وضوع الجواز مؤخرا نحن ما عايزين نعرف مين الموجود ليه عايزين تجوزوني بلعافية أنا مش عايزة تجوز أنا مش عايزة تجوز يعني دي حاجة معروفة عني من ناس صغيرة حتى صحابي بيوضوا يتحكوا عليها لغاية نهاردة بيقولي انت حالة غريبة فسطنا كلنا أنا عمري ما كنت البنت بس انت حبيبة جدا طيب بس الجواز مؤسسة صعبة مؤسسة أنا ما عنديش استعادة النهاردة أنا هقوليك حاجة النهاردة لو جاوزت وقلتك أنا مساء عايشة في حالة حب أنا اتجوز عشان أنا بحب البني آدم اللي أنا معاه عايزة تكمل حياتي معاه جبت بقى ولاد ما جبتش ولاد دي من عند ربنا يعني الحاجة أنا ممكن نهاردة تجوز ونخلفش بس ما عنديش حاوس الفستان الأبيض واني لازم اتجوز وكل الكلام ده عمري ما كان عندي والغاية النهاردة ما عنديش بس دي حاجة كويسة على فكرة أنا ما يباش هو الشغل الشاقة اللي لازم اتجوز يعني في ناس عندهم هواس اني لو ما اتجوزتش أنا عنست ويجي لها اكتئاب وتتداي وتلايها بالعكس ماكحة في المجالات تانية كتير بس ناقصها موضوع الجوازة وناقصها موضوع الخلفة فحياتها توقف هنا فهمها أنا كنت ممكن مثلا اتجوز في العشرينات زي ناس كتيرة واتطلق وبعدين كنت ممكن اخلف ويبقى عندي ولاد لأتي من غير أب وبعدين وممكن النهاردة اتجوز وما اجيبش ولاد ربنا ما اكتب ليش بس اتي تحب الحب بس مش حبة مؤسسة الزواج عشان بس ما تفهمش غلط أنا ما عنديش حاجة ضد مؤسسة الجواز بالعكس أنا جاي من بيت سعيدة فيه فانو ما عنديش مشكلة مع مؤسسة الزواج أنا الفكرة نفسها ما بتغرنيش بشوف دايما هقولك حاجة لو انتي عايزة المصدقية من الآخر يعني بشوف دايما ان الناس اللي بيحبوا بعض قبل الجواز سبحان الله بتبقى الحياة بينهم حلوة وسلسة وبسيطة قول حاجة اوما بتجوزوا بيقولك الروتين قتلنا الروتين ايه طب انتو كنت تعرفوا بعض قبلها بكام سنة اصل المسئولية طب هي المسئولية دي جديدة عليك فبلاقي فيه اكسكيوز السخيفة انا لو تسأليني لو نرجع بقى لزمان الجواز بتاعها زمان اقولك اطبعا قدت اروح معي بس المؤسسة دي مش موجودة زي مكانت صح فاحنا لو بنجذب على بعضنا انا عارف ان فيه ناس ممكن كدير تنتقدني دلوقتي انا بشجعش الناس على فكرة انها ما تتجوز وما بشجعش الناس ان هي تفضل تحب وما تتجوز لا انت بتتكلمي على بسانت انا بكلم على بسانت وبتكلم ليه بسانت بتقول كده النهاردة انا لو هرجع لمؤسسة الجواز اللي احنا عرفناها واحنا صغيرين وتربينا عليها وان الاب والام يضحوا عشان البيت عشان يبقى فيه اولاد اقولك تمام انت النهاردة حبينا بعض نروح نتجوز بعد شهر وشهرين بيتطلقوا بعد سنة بيجيبوا اولاد وبيتطلقوا مين اللي بيحصلوا مشاكل في اخير الاولاد انا بقى ما عنديش تعداد امر في المرحلة دي امتى اخد الريسك ده لما بقى متأكدة مليون في المية ان الانسان اللي معايا ده اقدر اكمل معا حياتي عشان لو بكر ربنا كرمنا بولاد يفضلوا موجودين في سقف واحد في بيت واحد معانا مايبقاش عندهم اضطراب نفسي بسبب مشاكل بسبب انفصال بسبب حاجات كتيرة طب شايفة معظم الطلاقات حالات الطلاق يعني بيبى سببها ايه على اقل يعني في المجتمع اللي انت تعرف فيها الزمن اللي احنا عاشين فيه ده اول حاجة الانانية تانية حاجة سهولة فكرة انه يلا نتجاوز ارجع اقولك تاني ما بقيتش مؤسسة او بقى النهر ده واحدة مسلا عايزة تطلع ما بتخرجش من البيت اهلها قفلين عليها وعايزة تتنفس الهواء انا بسمع الحاجات دي انا ما بجيبها من عندي عايزة تتجاوز عشان تطلع من البيت عشان تعرف تسافر عشان تعرف تفسح عشان تعرف تعيش حياتها لحول الله يا راب ده ما بقاش راسس او واحدة عايزة تتجاوز واحد لانها عايزة تعيش عيشة احسن من العيشة اللي هي عايشها فالموضوع بقى project وانا كنت بسمع كلمة اوقات كنت بتحزني قلولي ايه package اللي انت حطالك جواز package package ايه وموضوع بقى فعلا تحسين materialistic جدا ما ده انا ما تكلم فيه فلأ انا النهار ده عايزة حب عايزة حس ان انا انسانة عندي مشاعر عايزة حس ان الانسان اللي قدامي ده يبقى سنة دلية قدام نهار ده انا لو جوزتك وما جيتيش تقفي جنبي في مشكلة انا واقفة فيها طب احنا مؤسسة ازاي هننسانة بعض ونشيل بعض ازاي فلأ في حاجات كتير قوي بتتطلب من انا احنا نركز فيها ونشتغل عليها قبل ما نتجوز حرام اللي احنا بشوفها هتلاقي ان في حالات طلاق في العالم مش بس فقط العربي مخيفة انا فعلا نفسي انه مؤسسة بقا اي ان كان من اللي هيعمل المبادرة يكون فيه عارفة زي كورس او ورش عمل للاشخاص اللي نويني يتجوزوا قبل ما يتجوزوا لانه الناس فاك ان هي انا حبيته هو حبيني يلا نتجوز مش عارف ايه هب نتطلق فاهمها يعني احنا منتجوز بدري عش نتطلق بدري فاهمها شوف اللي بعده شكيف اقولك حتى الحب الواحده مش كافي انت نهارده بتقول انت بتحبي هاولك اما سبب بحب لازم نعدي بمواقف في الحياة اشوف كل وشوشو الناس اللي بتقولك انا عندي وش واحد فيش حد عند وشو انا عندي 120 الف وش انا قاعدة معاكي النهارده بوشي الطبيعي اللي انا بحب اتحك بي لو شفتيني في الشغل هتكرهيني شغل البروداكشن هتكرهيني تكرهي تشتغلي باعي وتعاملي باعي لان انا كده ما بعرفش ابويا في الشغل كل واحد فعلا اللي قطة من وش فعندنا وشوش كتيرة وعندي وش لو غدرتي بيا وقصة شيلك من حياتي بصي رفعت حواجه بس هتكرهين ما انا بقولك خفت انا كده لا مفيش حد عند وش واحد مستحيل فانا لازم لازم اعرف الشخص اللي معايا ده في حاجات كتيرة ومواقف كتيرة عشان اقدر اعرف هو فعلا مناسب ليا ولا قلتي ولا لأ بس عشان هتبقى مسؤولية كمان مع اولادك انو الشخص ده هو اللي مشاركك في تربية اولادك اجيب لهم قب كويس بقت صح صح الله بدل ما يدعوا علي بعدين طب لو خلينا نقول كنت في علاقة حب واستمرت لفترة طويلة وتأكدت من كل حاجة وكله تمام والدنيا ماشي كويس هل عندك الخوف من الكميتمنت او الفير او كوميتمنت زي ما بنقول انا كنت مخطوبة قبل كده تكلمت في الموضوع ده قبل كده وما عنديش مشكلة انا بتكلم فيها خالص هي الفكرة ما كانتش وردة لما ظهرت الفكرة قلت why not لاني كنت عايشة حالة حلوة حسيت انه اه ممكن اكمل فيها كنت مبسوطة فيها فما كانش عندي مشكلة عشكيا بقولك انا ما عنديش مشكلة مع مؤسسة الجواز انا الفكرة كلها ان انا بكره التقليد بكره اللازم بكره فكرة ان انت النهاردة عندك انا عندي 38 سنة انت عندك 38 سنة فالمجتمع عايز اميش دعم المجتمع انا ماني من المجتمع المجتمع ولا بيطبطب علي ولا هياخد باله مني ولا هو اللي بيشغلني ولا هو اللي بيأكلني ولا هو اللي بيقف جنبي لما بقع في مشكلة فانا مايش دعوة بدا خالص انا ليه دعوة نهاردة بعمل اللي رايحني انا بعمل اللي يرديني انا من غير مجرح حد او ازي حد او بقى قض في وسط المجتمع بس طب التجربة الاولانية ما حالكيش تقفيني من موضوع الجواز لا انا ما باخدش حد بزن بحد ده ما بدأيا تاني حاجة هرجع اقولك انا حد بعيش على الحب انا من غير حب اموت والحب مش لازم اكون بحب واحد في حياتي يعني صحابي اهلي زميلي الناس اللي حوالي اللي بيحبوني ده بالنسبة لي حب وبيغزي مشاعري بشكل كبير فانا مش مضطرة ان انا يبقى عندي حد معين عشان اقول ان انا بحب ده ما بدأيا حاجة التانية انا النهاردة لو عديت بتجربة ابطل شغلي هل ده هيخليني ابعد عن الحاجة اللي انا فيها لا ابدا فهو مواقف بتعدي بيها في الحياة اوقات بتبقى مبسوطة اوقات بتتجرحي اوقات بتبقى في السماء اوقات بتبقى في الارض مش معنى كده ان انا اقف الحياتي لا انا باخد وقتي عشان ولا اقزي نفسي ولا اقزي الشخص اللي جاي بعد كده ولا اقول ان انا كان عندي نقص في مشاعر في الفترة دي فكنت محتاجة حد يعبيها لا يمكن تعلمتي ايه من تجربة اللي هي الخطوبة اللي فشلت او اللي تفسخت اللي حاجة زي ما انا دايما بقول اي حاجة ما نعدي بيها في حياتنا حتى لو كانت سخيفة ما كانتش تجربة ظريفة حاجة فشلنا فيها او اي ان كان هي حصلت عشان الواحد تتعلم منها طبعا مش عشان افضل اندم عليها او ازعل نفسي او زي ما انت قلت ان انا خلاص اتقفل من الموضوع كله ما اكملش فايه الدرس اللي تعلمتي اللي حسيتي انه خلاص الحاجة دي مثلا مش هتتكرر تاني او تصرف ده مش هيعملو تاني بصي مش بس من الخطوبة من حياتي عموما في مواقف كتير اقدر اقولك ان انا الطيبة والثقة الزايدة اللي بديها للناس هي اللي كانت بتأذيني وارجع اقولك انه ممكن يبقى اوقات كتير غلط علي انا لان انا اللي كنت بس محبدة انا اللي كنت برضا اللي قدامي يمتصني ان انا ما بقاش اكستريم قوي كده ما تديش بالزيادة قوي كده ما حبش بالزيادة قوي كده انا اسف اللي انا بقوله بس هيدي الحقيقة لا ده الصح هيدي الحقيقة فبقيت بحاول ينوت بحب اوكي حبي بس حطي بالانس حبي بس فكري لما حدي يقولك حاجة انا زمان لما كان حدي يقولي مثلا اي حاجة عن اي موقف مسمعش ولغاية ناردة بحبش اسمع بس بقيت اقول طب انا سمعت ده لي محكمش على اللي تقال 100% بس حاولي شغل مخي ده لما يتقال قدامك مرة 2-3 في حاجة انتي مش وغدى بالك منها وعايز اقول حاجة للناس مهمة جدا الواحد وهو بيحب بيبقى مش شايف فعليا كأنك متخدرة بس وانس شغلت عقلك التخدير ده بيخف واحدة واحدة فبتبدأ الرؤية تكون احسن بالنسبة لك تبتزي تعملي تقييم للامور بيشفل اوضح شوي نفسك في بنتي ولا ولد لما ان شاء الله ربنا يرزوك لو ربنا رزقني نفسي اكيد يبقى ولد وبنت لانا ما بحبش فكرة الطفل الوحيد بيصعبوا علي جدا الاطفال اللي بيقولوا لوحدهم هل ممكن تضحي بمجال شغلك عشان لعلك اولاد يعني لو بقيت يقوم ممكن تسيبي شغلك 100% انا عندي مشكلة كبيرة جدا دايما بقولها ما بعرفش اتوفق انا حد في حياته بعرف اعمل بالنس في كل حاجة ولو سأتيني مثلا دلوقتي يقولك انا اقدر اعمل توازن بين اهلي وشغلي والبزنس الخاص بيا وصفري واصدقائي وحياتي كلها بس لما بحب ما بعرفش اعمل البالنس دا بيتلاقيني نكحة جدا في شغلي ومش نكحة في حياتي العطفية يعني نكحة جدا في حياتي العطفية وشغلي وقف في مكان لانا ما بضحيش برضو بشغلي بس بقف بقى ما بكتهيتش اكتر فده بيأثر على جدا وفكرة انا ممكن اسيب بالشغل في يوم الايام عشان البيت اه طبعا سبيشلي لو بقى عندي اولاد يعني لو انا متجوزة وخلاص لا مش هيحصل بس لو متجوزة وبقى فيه اولاد انا من نفسي مقررة كنت ان انا لو جبت في يوم الايام اولاد اول سنتين تلاتة على الاقل عايز عايشهم اولادي عايز اتهنى بيهم ويتهنوا بيا امتعيني بكل لحظة بيعشوها امتعهم هم بيا انه هما هيبقوا محتاجيني في الوقت ده اكيد بس انت شايفة انه الست او انت كبسانت مش لازم نعمم الفكرة انه بتفضلي انه الام تكون مع اولادها على قل في اول فترة في الطفولة المفروض الام تكون مع اولادها على طول مجغولة دايما ومن تسعة الستة بس ياولي هاي المفروض الام تكون مع اولادها على طول بس انا ليه قلتلك السنة ده تحديدا ده بيبقى لسه انت ما روحتيش حضانة ما روحتيش مدرسة ولادك لما بيدخلوا مدرسة بيبقى نفس التوقيت اللي انت بتشتغلي فيه يبقى فيه توازن شوية هما وانت في الشغل هما كذا حياتنا احنا مختلفة توقيتات حياتي صفري دنيتنا مختلفة تماما فعشان كي بقولك لا يمكن انا لو حصل في يوم الايام وجبت اولاد يمكن اه اقعد في البيت هعمل شغل بس الشغل اللي هو يبقى ما بيجيش على مصلحة وتربيت اولادي سبيشالي في الزمن اللي احنا عايشين فيه زمن صعب جدا وانا بشوف انه صراحة من الحاجات اللي بتخليني مش مهتمة بفكرة ان انا يبقى عندي اولاد الزمن ظالم جدا وحتى الاولاد اللي بقوا موجودين دلوقتي بتحسيش ان فيه البوند بتاع العيلة ده بتاع زمان احترام القب بالام التربية لا لا احترامي مش موجود فقواد بقول نفسي طب انا جيب ولاد اعمل بيهم ايه في الزمن ده هو الجيل بقى مختلف قوي لانه الافكار اتغيرت والتربية اتغيرت فكرة الباست في بارنتينج او التربية الاجابية اتفهمت اصلا توتلي غلط زي الحرية اتفهمت غلط جدا فهي فعلا ان الواحد يبعنده اولاد في الزمن ده يعني انا دايما بقول يا ربي يعني بس الهبني ان يعرف ربي كويس لان هي مسئولية فعلا الواحد بيحس انه طب انا لو ربيته على ده وخرج ولقى عكس اللي انا بقوله ده خالص وهو هيلاقي وهو ده اللي دايما بيحصل فهما ونتكلم طب وانا شفت كذا برة طب فلان اهله بيصبحوا لا فيه رولز في البيت لازم احنا بنيمش عليها فهو challenge بس انا بشجعك ان يكون عندك اولاد عشان انت هتعرفي تربي اولاد في مجتمع يطلع يعني نفسي زي ما تقولي الناس اللي بيفكروا بالطريقة دي انه شايفين انه التربية مسئولية مش مجالنا احنا بنجيب اولاد عشان يكون عندنا عيال ويشيلوا اسمنا وهم دوشة في البيت وخلاص دي انا ني انا بشوفها وان الظط انه المنتاليتي او الفكر بتاعني انا كام وكاب انا عندي مسئولية في تربيت الطفل وتربيت المجتمع وانه ازرع مجتمع سوي دي تحتر فاريت بالعكس يعني بشجعك وسيء نصيب والله العظيم طبعا اكيد بس يوم ما يحصل يعني دوت من غير ما تفكر عزيم من ده كتير كل ده بإذن ربنا لا اكتر ولا اقل اكيد اكيد برسي فسانت ايدي خلصتا ايدي دي مستمتع جدا معاك حبيبي انا كمان انا كمان مستمتع جدا وشرفتيني ونورتيني تانكي ديك انت وبشكرك على طبتك وتواضعك تانكي والقلب الابيض ده تانكي وعايز اقولك حاجة قبل ما نختم انه انا كنت متبعاكي بقالي مدة وبقالي فترة وانا اللي عملتليك فولو على الانستجرام لو كنت بدخل بحب طريقتك بحب البساطة في القائك في الحديث مع ضيوفك البساطة اللي موجودة عندكو حلوة والطيبة اللي بتطلع منك انت كمان حلوة فبالعكس انا اللي بقولك مرسي على صدفتي النهاردة تانكيو لك بجد ولينا لقاءات اخرى ان شاء الله استنونا بحلقة تانية مع فودكاست كافتش اشتركوا في القناة